هنبدأ جولتنا الإخبارية بعد قليل وفي البداية نطلع حضراتكم على ترند النهاردة النهاردة هنطلع على تلات ترندات بلغة سوشيال ميديا يعني الموجودة على موقع أكس بشكل خاص وبشكل عام أيضا كانت محل اهتمام من البعض للبحث عن هذه الموضوعات على محرك البحث جوجل أول موضوع هاشتاج مجلس الوزراء والهاشتاج ده لو حضراتكم دخلتوا عليه على موقع أكس اللي هو تويتر سابقا هتلاقوا أنه هو مش مرتبط بس بمجلس الوزراء مصر إنه ما ليه علاقة أيضا من موضوعات تخص بلاد أخرى فيما يخصنا في مصر ليه الناس كان فيه تفاعل على هاشتاج مجلس الوزراء لسببين واحد ليه علاقة بمجموعة من القرارات اللي صدرت عن مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي الذي عقد اليوم من بين هذه القرارات موضوع كان محل جدل وبعض المعلومات توطرت بشأنها على مدارة 48 ساعة الماضية بشكل غير دقيق وهي إنه حضراتكم عارفين إنه مع خطة الدولة في التعامل مع برنامج تخفيف الأحمال جزء منه كان قرار مجلس الوزراء من حوالي 3 أو 4 أسابيع بإنه يوم الحد من كل أسبوع بالنسبة للموظفين اللي موجودين في الجهاز الإداري للدولة هيبقى العمل في يوم الحد ده عن بعد مش شرط يروحوا إلى المكاتب وتطبعا كان وفقا لبرنامج عمل كل وزارة وهيئة ومؤسسة إيه الكلام بقى اللي كان موجود الأيام اللي فاتت؟ الكلام كان إنه هذا القرار ممتد العمل بيه لحد نهاية شهر سبتمبر لكن الحقيقة اللي تم الإشارة إليه النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء هو قرار بإنهاء العمل بهذا الأمر وعليه يعود كل الموظفين مرة تانية مع مطلع شهر ديسمبر يوم الحد اللي جاي كل الموظفين هيعودوا إلى مكاتبهم مرة أخرى وخلاص ما فيش العمل أونلاين أو عن بعد كما كان في الخطة اللي تم الإعلان عنها منذ أسابيع إذن الكلام اللي كان بتقال على أنه الموضوع ممتد إلى نهاية سبتمبر غير حقيقي والحقيقة هو ما أعلن عنه النهاردة من خلال اجتماع مجلس الوزراء ومن الموظفين هيعودوا إلى مكتبهم بشكل طبيعي مرة تانية حد 2-3-4-5 كما جرت العادة ده أول موضوع